اللعيبة اللاعاتين اللي هي يعني وعمرة حرق واحد منهم بس اهو oيكمเ tänkerه wamiat Shawa اللي هي اه اه موجودة على جندة الزمالك فيما يخص الاهدف المحلية لان الزمالك بيكلم في اكين لعيبة اجانب بينهم مدافعة早 sans م 당연lijk كلمت و مجموعة من الاهداف المحلية خاصة في خط الوصل اسlam اهدف الزمالك الاربع اهدف بتوع الزمالك المحليين هاتوا محطبوطين اوليئ وكانوا مبققيين لسه مرحوش اندagon الأربعة بيخلصوا دلوقتي في ناديين نادي المصري قريب جدا جدا من التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد قريب جدا من التعاقد مع بهر المحمدي قدي اتنين اتنين تانين نادي فيوتشر بعد ما باع المجموعة اللي عنده كلها ترين في وسط الملعب قريب جدا من محمود حمادة بيخلص خلاص فيه مع قدارة نادي فارقه واللعيب التاني اللي قريب منه جدا 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 نادي فيوتشر هو محمد شحاته لعيب نادي الجيش دول اللعيبة اللي الزمالك كان حطيتهم كلعيبة محلية بعد اللعيبة طبعا فيه لعيبة وقعت ولعيبة تتنقلك من اللعبة دي اللي كانت من بقية على أجندة الزمالك بغض النظر بقى الزمالك كان متكلم مع محمود حمادة وكلم مع محمد شحطة شافوي وممضاش فلان ومضى فلانا بكلمك اللعيبة اللي لسه كانت موجودة على الرادار بتاع الزمالك عشان يخلص معهم الأربع لعيبة تقريبا ما حشانه مخلص راسمي لكن الأربع قريبين جدا من المصري وفيوتر طبعا على جمال المصري مهتم بأربع لعيبة من فيوتر عمر كمال عبد الواحد أحمد رفعت علي الفيل محمد عبد السلام المصري مضى ثلاث لعيبة مضى ميدو جابر مضى يوسف الجهري لعب المؤولين العرب يوسف النواب اللي كانت طالع بشكل كويس في جناح من جنوب إفريقيا المصري بيخلص فيه وقفة في الأمور المادية النادي هناك كان طالب مبلغ كبير في يفوق المليون دولار المصري بينزلها لو وصلت 700 يخلصها كابتن علي مهر عنده حرج شوية في التفاوض مع لعيبة فيوتر لأنه يتحرك من فيوتر المصري